طيب ممكن يعني بمننا يقنى تماما أهمية أن احنا نتعرف على سورة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ممكن توصفنا الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصفه سيدنا هند بن أبي هالة وصفه سيدنا علي بن أبي طالب وصفه عدد من الصحابة أخبروا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان ربعة من الرجال أي ليس بالطويل شديد الطول البائن ولا بالقصير الممغط المضغوط كان منتصف متوسط الطول وكان بدنه متوسطا أيضا متماسكا صلى الله عليه وسلم كان وجهه صلى الله عليه وآله وسلم مضيئا ليس بالمدور وليس بالحاد ولكنه إلى التدوير أقرب قليلا حتى سئل بعض الصحابة هل كان وجهه رسول الله كالسيف قال بل كان كالقمر أي في الإضاءة صلى الله عليه وسلم كانت له عيناني واسعتاني مع طول في آخرهما يزينهما وكانت عيناه صلى الله عليه وسلم مكحلتين بكحل القدرة الإلهية أكحل العينين صلى الله عليه وسلم أدعج أي شديد سواد السواد شديد بياض البياض أي فيهما صفاء وكان على عينيه حاج بين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقوسين جميلي الهيئة وقيل أن بينهم اتصال وقيل لا لا يكون بينهم اتصال والسبب للاختلاف قالوا النور الذي كان بين عينيه صلى الله عليه وسلم كان له بين عينيه عرق يدره الغضب أي إذا غضب انتفخ هذا العرق الذي بين عينيه صلى الله عليه وسلم وكان طويل أهداب العينين أي الرموش كان طويل رموشه صلى الله عليه وسلم كان سهل الخد والضاء الجبين لونه إلى البياض أميل ليس بالأبيض الأمهق الشديد ولا بالأسمر الشديد وإلى البياض يميل مشربا بحمراء أي أزهر اللون صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كثا اللحية نفسي وروحي له الفداء كان شعره صلى الله عليه وآله وسلم أسودا وانتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في 63 من عمره وعدد الشعرات البيض التي كانت في شعره وفي لحيته لا تتجاوز العشرين قيل 17 وقيل 14 وقيل 12 شعرة غالبها عند صدغيه وفي عنفقته الشعر الذي يكون أسفل الشفة وقليل في لحيته وكان واسع ظليع الفم صلى الله عليه وسلم فصيحا إذا نطق شديد بياض الأسنان كأنها حبات اللؤلؤ كما وصفها الصحابة كان بين سنتيه ثنيتيه التي التاني في المقدمة نوع من الفراغ يسمى الفلج كان أفلج الأسنان صلى الله عليه وسلم إذا تبسم أضاء مبسمه صلى الله عليه وسلم وإذا تكلم كأن الدر يخرج من كلامه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان شعره صلى الله عليه وسلم إن أطلقه وصل إلى من كبيه وقيل إلى أذونيه وإذا وصل إلى المنكبين قصره كان شعره بين الجمة والوفرة صلى الله عليه وسلم وإذا اعتمر أو حج حلقه جميعه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كانت عنقه كأنه جيد دمية كان عنقا براقا جميلا حتى أنه إذا شده من ردائه بعض الأعراب الأجلاف يطلب منه المال قال حتى رأينا أثر شدته وجبدته في عنقه كان في صفاء الفضة عنقه صلى الله عليه وسلم كان عريضا من كبين ضخم عظام المفاصل مكسوة بلحم فكان مهابا إذا أقبل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من رآه كأنه أقبل في جيش وصفوه فقال من رآه بديهة هابه ومن خلطه معرفة أحبه إذا التفت صلى الله عليه وآله وسلم لمن يحدثه التفت بكله صلى الله عليه وسلم يلتفت بكله احتراما وأدبا مع من يتحدث معه إذا تكلم مع أحد أصغط الآذان والأسماع وصحابة كأن على رؤوسهم الطير وإذا كلمه أحدا لم يقطع على أحد حديثه كان له شعر صلى الله عليه وآله وسلم على رأس كتفيه وليس في صدره كثير شعر وإنما كانت مسربة أي خيط من الشعر ممتد من لبته صلى الله عليه وسلم من هذا المكان إلى سرته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى يتكثأ في مشيته كأنما ينحط من صبب أي كأنه ينزل من منحدر بغير ارتباك في مشيته صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله ملأ الله قلوبنا بمحبته وشوقنا إلى رؤيته وأكرمنا برؤيته وأكرر في خاتمة الحلقة لأنك أشرت إلي أن الوقت قد أذرك وإلا فأوصافه تطول نريد نخرج من هذه الحلقة نأخذ شمائل الترمذي نأخذ شمائل المناوي الروض الباسم في شمائل أبي القاسم نأخذ شمائل البغوي نأخذ وسائل الوصول إلى شمائل الرسول النبهاني شرحها مفتي الشافعية في مكة الشيخ عبد الله اللحجي أمثال هذه الكتب ستحيي فينا معنى الارتباط بجنابه صلى الله عليه وسلم